هذا وانتهج ميثاق العمل الوطني من خلال تنفيذ الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدّح رضو الله ورعاه العديد من السياسات التي وضعت إطارا لحماية حقوق الإنسان على أرض مملكة البحرين هذه السياسات التي جاءت لتعزيز وصيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأن يحترام هذه الحقوق يستعرضها لنا الزميل جمال الخلاقي حق لنا أن نفخر بميثاق العمل الوطني الذي جاء واضعا إطارا لحماية حقوق الإنسان والحريات ومترجما لهذه الحقوق والحريات على أرض الواقعة ميثاق العمل الوطني هذا الحدث الهام جاء بمثابة حقبة تاريخية جديدة حظيت بإجماع وطني قل نظيره وأضحى حجر الأساس للتغييرات الشاملة بمحتواه من مبادئ وأفكار ونصوص كان عنوانها الإصلاح والتحول الديمقراطي من خلال تنفيذ الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حيث انتهج هذا الميثاق عدة سياسات لحماية حقوق الإنسان وحماية حق كل فرد على أرض المملكة من خلال وضع الرؤى الحامية للطفولة والأسرة والتماسك الاجتماعي بالإضافة إلى تأمين الخدمات الأساسية كالتعليم التحرص حكومة مملكة البحرين على حصول الجميع على التعليم مجانا في المدارس الحكومية علاوة على ذلك ضمن ميثاق العمل الوطني لكل فرد الحصول على الرعاية الصحية التي تعد أحد دعائم المجتمع الرئيسة ومظهرا حضاريا وأساسا هاما في رعاية الإنسان ميثاق العمل الوطني جاء ضامنا أيضا للحق السياسي لكل مواطن في الترشح والانتخاب في المجالس النيابية والبلدية كما حمل ميثاق العمل الوطني رؤية اقتصادية ثاقبة وبعيدة المدى عملت هذه الرؤية على رسم خطة متكاملة ومتوازنة على الصعيد الاقتصادي الأمر الذي أدى إلى مشاركة المواطنين والمقيمين في المساهمة في عجلة التنمية وإقامة المشاريع الاستثمارية ميثاق العمل الوطني ارتكز على ركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات وهي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والذي تحقق من خلال التشريعات الحامية للعدالة وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية حق التعبير قولا أو كتابا أو بأي طريقة من طرق التعبير حق كفله ميثاق العمل الوطني لكل مواطن على أرض مملكة البحرين سواء شفويا أو في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى كما كفل ميثاق العمل الوطني حرية العقيدة وصون دور العبادة وحرية إقامة الشعائر الدينية ما جعل مملكة البحرين منارة من منارات التسامح والتعايش السلمي كل هذا جاء بفضل ما يليه جلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه من جهود داؤوبة في إطار مشروع حضاري متكامل يراعي جميع جوانب التنمية والتطور ويسهم في رفعة الوطن وتحقيق الإنجازات المشرفة لمملكة البحرين في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر